السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله كنقترح لكم ثلاثة ديال الافكار اللي ممكن استعملوا فيها الكريب باش نحولوهم لوصفات جديدة اللي ده بزاف المنظر ديالها رائع كيف ما كتشوفو الوصفة الاولى اللي غادي نعملوها في هاد الفيديو هادا هي الطارطة ديال الكريب بالقشطاء العربية هاد الوصفة هادي اللي ده بزاف المنظر ديالها جميل جدا وممكن نحضروها بسهولة الى حضرنا الكريب مسبقا هادي هي لائحة المقادير وان شاء الله نبدو بتحضير الكريب في واحد القدر عميق كنضيفو الدقيق الملح السكر الفاني كنمزجو هاد العناصر جيدا كنضيفو القشرة ديال البرتقالة والقشرة ديال الحامدة كنضيفو البيض في الواسط ماء الورد كنبدو باضافة الحليب على دفوعات مع التراب او المزج كنساليو الكمية ديال الحليب كنكملوه بالماء كنضيفو ايدا الزيت النباتية اللي انا نسيت ما اضفت هاد في هاد المرحلة هادي عاد هنضيف هادا بشوية مهم هاد الخاليط ديال الكريب هادا خصو يكون جاري بزاف باش مني كان نخويو هاداك الخاليط فالمقلا كتسيح هاداك العجينة وما كتيبسش في الحال وكتجيغ ليضا فهاد المرحلة هادي ممكن تصفيو هاد الخاليط هادا في المسفات باش تخلصو من الكتل اللي فيه او ممكن تحنوه في الطراب الكهربائي لتقريبا اه عشرين تانية من بعد كنخويوه في واحد القدر القدر اللي حضرنا فيه الكريب كنغطيوه وكنحتفظو به اما في التلاجة او في المطبخ لمدة نصف ساعة وفهد الوقت هادا كنخضرو فيه القشطة العربية كنخويو الحليب في واحد الكاسرونة وكنضيفو الملح والماء ديال الورد كنضيفو ايدا السكر والنشا وكنطربو هاد الخاليط والحليب باقي بارد حتى كيدوب هادا كالنشا تماما ومن بعد كنحطوه فوق النار متوسطة مع الطراب المستمر او المزج المستمر حتى كيعقاد هاد الخاليط هادا وكيصبح فحالات الشكل هادا يعني كيتكتلكي ولي فحال الكريمة كنحيدوه من فوق العافية وكننصبوه في واحد القدر كنضيفو له الجبن الكريمي اللي ممكن نعوضوه بالجبن ديال الريكوتا كنضيفو ايدا البشر ديال الحامض وديال ليمون وكننمزجو هاد الخاليط جيدا والحرارة ديال هاداك الحليب العاقد اللي عدلناه في الكاسترونة غاديدوب هاداك الحليب الكريمي وغا يوليف حالات الشكل هادا كنغطيو هاد الكريمة ببلاستيك غدائي وكنحطوه في التلاجة الى حين نستعمل من بعد مرور نصف ساعة كتكون العجينة ديال الكريب برتاحت كنمزجوها قليلا وكنصبوها في واحد الكأس معياري او قدر صغير اللي ممكن حطوه حدانة في البوطة منينكونو كنطيبو الكريب كنقطعو الزبدة الى قطع صغيرة وكنمجدو ايدا واحد الفرشات وواحد طبصيل اللي غا نقلبو في هاد الكريب هادا لاحظت بان العجينة ديال الكريب اصبحت شوية تقيلة فزيت لها الماء وحركت ما نترددوش اننا نزيدو للحليب او الماء باش تولي جارية باش ملي نصبوها في الصينية يعني تسيح وما يجيش الكريب بغليض او ساميك كنصخنو الصينية عفوا المقلاد الغالقابلة للالتصاق في فوق نار متوسطة بمجرد ما كي نشف هاداك الكريب كنحيدوه كنحطوه في هاداك التبصل اللي حطيناه هدانا فوق البوطة ومن بعد عد كنزيدو الزبدة اللي كتدوب هاداك الزبدة كندهنو بها المقلاد كاملة وكنحطوها هاداك الكريب الوجه ديالا يكون اللي كان الفوق دابا كنحطوه لتحت باش يتحمر بغيت نقول لكم ان المقلاد الغالقابلة الالتصاق كنزيدو شوية ديال الزبدة فالمرة اللولة فقط مني كنبدو نطيبو الكريب من بعد مني كنبدو يعني من بعد ما كنطيبو الكريب اللولة كنبدو نضيفو الزبدة حتى كنبغيو نقلبو الكريب مني كي يطيب هاد الكريب هادا كنحطوه حتى كي يبردو واحد شوية عاد كنقلبوه فوق الكريب الاخرين وكنستمرو بها الطريقة هادا حتى كنكملو الكمية ديال العجينة كاملة هاد الوصفة ديال الكريب هي اللي غادي نستعمله في تحضير متلاتات ديال الكريب وايضا تخطولت ديال الكريب يعني هادا هي الوصفة الاساسية دابا غادي نبدو في تحضير الطخت او تارت ديال الكريب والقشطة كندهنو القالب ديال الضغط اللي كيكون في حالة الشكلادة يعني القاعدة ديالو كالتحيد والاحسن استعملو شي مولي يكون صغير ولكن حاس المتوفر عندكم كنوضعو الكريب الوجه ديالو مني ازوين او اللي في هادوك اللي دهنناها بالزبدة هو تحت تاني وكندهنو نضعو هاد الكريب هادو وكنضغطو على الجوانب باش ماللي نوضعو هاد المول هادا في الفران ياخد شكل اه يعني هاداك الزواق ديال المول اللي في الجنب كنقطعو الاطراف ديال هاد الكريب هادو اللي زايدين كنحيدو هاداك الكريب اللي الفوق وكنوضعو هاد الاطراف هادو في الوسط باش ما يضيعوش وكنردوها هاداك الكريب كنردوها الفوق يعني هادوك القيطع اللي حيدناه وكنردوهم في الوسط كيف ما قلت باش ما يضيعوش ممكن تخليو هاد الضغط هادو في حال هاد الشكل هادا لكن انا بغيت نزيد اه بغيت هاد الضغط هادو يكون عندها الجوانب يعني كيعجبني هاداك الشكل ديال الاطراف ديال الكريب اللي كيكون شوية محمر فزيدت واحد قطع واحد الكريب قطعتها على جوج وضعتها في الاطراف ديال المول في حال هاكدا هاتقولوا لي ليش قطعتي هادك الكريب بعد زيتها هادي من الفوق قطعتهم لاناني ما بغيتش بزاف ديال الجينة تكون خارجة وايضا غاي سهلع لي الضغط ديال اناني نضغط عليهم باش ياخدوا الشكل ديال المول من بعد كندخلو هاد الضغط هادا عفوا هاد المول هادا للفران يكون حرار ديالو شيو مرتفعة طبعا هادك المول كنكون ادهنه بالزبدة من قبل كيف ما شفته مني كنخرجوه من الفران كيولي هادا هو الشكل ديالو كنوضعو في هاد الكريمة او القشطة العربية مني كتكون بردات ولما دا قضي الى هاد الكريمة هو رائع الديد بزدف ما نقول لكم شحال الديد هو في الحقيقة كيقدموه في المشرق العربي غير هاكدا يعني كيعملوها في الطاسات صغار او كيسان وكيقدموها في حال هاكدا بقدمة هي الديده كنزينو هاد الدخط بالفواكه اللي متوفرة عندنا اللي هي انا كنت عندي الكارز وايضا بورق النعناع وممكن ايضا استعمال فليو تهو كيعجب ننزين به الاطواق في حال هاكدا ترقبو ان شاء الله في الفيديوهات اللي مر هادا ان شاء الله وثلاتات ديال الكريب وايضا لتخطولت ديال الكريب كيجي ولدات بزدف وفعلا العائلة ديالي كلهم اجباتهم وشكرهم بزدف لا في الشكل ولا في المضاق كنتمنى ان شاء الله ان هاد الوصفات هادتنا الاعجاب ديالكم متنسوش انكم ضغطو على لايك او اه الاعجاب الفيديو او جام ان هادا كيعاونني بزدف على ان هاد الفيديو هادا ينتشر وخلوا لي التعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم ان شاء الله نتلقى بكم في الفيديو القادم السلام عليكم